اشتركوا في القناة كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي شرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا سبحانك رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين اللهم يا رب لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرسته ولا مريض إلا شفيته ولا غائبا إلا بالسلامة رددته ولا أسيرا مظلوما إلا فككت أسره ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة لنا فيها صلاح وفيها رضاك فاقضيها يا رب العالمين اللهم اقضي حوائجنا يا رب اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين يا رب العالمين اللهم اقضي الدين عن المدينين اللهم اقضي الدين عن المدينين ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى المار مصيرنا يا رب العالمين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين يا رب ارحم موتانا وموت المسلمين جميعا يا رب العالمين أستاذ المستمعين والمستمعات أجدد لكم التحية فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اليوم سوف نواصل حديثنا في موضوعنا إن شاء الله وهو موضوع الرقية واشنكملوه اليوم إن شاء الله بإذن الله وحنا قلنا يا إخواني إن شاء الله بإذن الله موضوع الرقية هذا ce qu'on doit retenir إن شاء الله de ce sujet إن شاء الله le sujet de la رقية qui devenait une mode aujourd'hui إن شاء الله إذن فالصحابة كذلك الله بإذن الله أرقى بعضهم البعض كل يداد إذن الله الرقية ce n'est pas تحية هاملة للأيخواني يا إخواني لخبر و أن تحية هاملة وأن تحية هاملة الناس كلها وأن تحية هاملة خطه لك لا يكون لديهم تحية هاملة ولكن لك نظامت أن نساء رقية لا يحية هاملة لأن المسلمين لأن المسلمين والسلمون لا يوجد معه اليخواني انه لا يذهب على شخص لا يوجد أيضا in الهاتف أو دمك الشخص لا أعرف ما يقضي لتلبسي للم ישعار فنية لا أعرف وليس في الخرس تعالي الله تعالى الله سبحانه الله و تعالى حيث لماذا لماذا أرغلي شبحانه الله النبي لو رسكة لأنهم يس creditedون القرآن صلتما أدىالك يجب اس قح취 بذلك دائما وحسن لك أنفسي أنني أخير لأسفل كل القرن إنه ليس صحيح إنه إخواني إنه مما هو كله من فؤاني إنه إخواني في الله سبحانه وتعالى إذا فرح في هذه الآيات التي يحرمهم الإنسان إلي نحن السر وخير إنه ليس صحيح إنه ليس صحيح إنه ليس صحيح إنه ليس صحيح وهو لم يكن للمسك ليس لديه ليس لديه ليست لديه ليس لديه ليس لديه تشريبه ليس لديه ليس لديه أهم يسمع الله سبحانه وتعالى إخواني إذا فتران إنك سبحانه وتعالى العاقال عالك شكرا عالك القرآن الكريم الشافي هو الله لكن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى أولا لابد أن نعلم بأن الشافي هو الله فيا إخواني هذا اليقين لابد أن نعلم أن نولى الشافي هو الله سبحانه وتعالى تقول لك رحت عندي وحد راقي يا أخو يا تعرف منهاري منهاري قربت عبده قربت ولي تشاهد به ثق الله خاف إبوالك خاف ملاقي Lay what best هو ربي سبحانه وتعالى هذا كالراقي وهذا كلمة وهذا كيف تبده هذو كل الأسباب كما إحنا بعض الناسol الجوحال يقول لك يودي هنا خيك شوف لو كان مشي الطبيب يودي والله العظيم كرم المتفلتوني قراني مت تق الله هذا شرك لو كان مشي الطبيب لو كان مشي ربي سبحانه وتعالى لو كان مشي ربي سبحانه وتعالى يا أخي سبحان الله الشافي هو الله هذه أول حاجة لازمنا علمها لمرير أول درس نديره للمرير ولكن كون مرير أول درس لكونير دلوصان كل جدوى كوناتر كل جدوى أبخاندر سي كالشافي هو الله سي اللي كي يغي سي الله سبحانه وتعالى المدسان التراتمان الفرمانسيان الانفرميار الراقي الماء الزيت كل هذا ما هم إلا أسباب لكن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى إذا ما عنديش هذا اليقين هذا فأنتح في الشرك ندخل في الشرك ونبدأ بقول لكان ماشي البروفيسار لكان ماشي الشريجيان لكان ماشي الراقي لكان ماشي ما لكان ماشي بوي لكان ماشي جدي لكان ماشي جداتي أقول لا ولكن ولكن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى فأول حاجة هذه نعم تعلمها إذا كنت أنا المريض أو نعلمها للمريض لما ندخل على المريض ونذكره بأن الذي يشفي هو الله الذي يشفي هو الله اجعل يقيمك في الله إذا سألت فاسأل الله احفظ الله تجده اتجاهك إذا فكتدعي ادعي ربي سبحانه وتعالى إذا الطبيب ما هو إلا سبب ما الطبيب ما هو إلا سبب والدواء ما هو إلا سبب والراقي ما هو إلا سبب الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى ثم كذلك لا بد لي من الصبر المريض إذا ما عندوش الصبر يتقلق له ما تنفعش لا بد من الصبر لأنني لا بد أن أعترف لا بد أن أوقن بأن هذا الشيء الذي أصابني هو ابتلاء سيتم أعلم لأنني يأكل مفيد يحسر على أن أصابق هذا الشيء الذي يجب أن أعتبر هذا الشيء الذي يجب أن يتبعه إنذره تقليل لم نصبعه أو لأنه سن bargain ويجب أن يعرفه وأنه يجب أن يتعالى أقوم بتعلم إذن لابدن أصبع ربي يقول وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالصَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ وَقَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إذن فلابد لأن أصبر وأحتسب هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى ممكن نمرض الثلثيام ممكن نمرض ربعة ممكن نمرض خمسة ممكن ميسيبوليش دواتي هنا ويرسلوني بلاد واحدة أخرى ممكن سبحان الله كل هذه حدث لكن أرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى أرضى بقضاء الله ونجروا كما هذك الصحابي اللي قطعوا له رجلة سبحان الله إلوه غامل ساجهم إلوه غامل ساجهم كاذك إلا فيه إلا دي يا ربي يا رب تُمَا دوني 4 تُمَا دوني 2 براس و2 جمب تُمَا دوني 2 براس تُمَا دوني 1 تُمَا دوني 2 براس alors qu'il avait 6 qu'est-ce qu'il a fait سبحان الله il est déjà dans l'épreuve une deuxième épreuve plus grave que la première qu'est-ce qu'il a dit يا رب تُمَا دوني 6 براس تُمَا دوني 2 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 براس وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءُ هذا كلام ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور إذن فالقرآن يشوي إذن فلابد الإنسان يكون عندها اليقين أن القرآن يشفي يشفي يا إخواني يشفي من الأمراض العضوية ويشفي من الأمراض النفسية يعني عندك لوبراكيتو في مال ولا لودو ولا مش عارفة ولا لاتات ولا كذا فأترقي لكن يكون عندك اليقين بأن القرآن يشفي كما أنك لازم تداوي كذلك لازم تداوي ويشوفك الطبيب ويجعلك لازم تداوي كذلك منا يعني سبحان الله منا شفاء فلابد أن يكون هناك اليقين في الله سبحانه وتعالى الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى كذلك يوجد لدينا نفسي ويوات يكون النقود بأن السبب ويواتف الاصحاب هذا الثالث ايه عزيز الإنسان مجبور صندوب الإسلامية إذن من المقارنة لماذا سواء لأ ؟ لأنك ادخل مع معنى مع اُحبًا رضي عضي في زجاج حبًا ونحن المقارنة هذا عالي بالأسجر أما أن نجمع الحجر هل 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 نروح نتكيف و نضرب الزطلة ولا نضرب هل لشنا نروح سبحان الله الستوما التاعي يعني مش عارفان ايا 500 غرام جميه 1.5 kg في الستوما التاعي هل لش؟ الستوما هذه ميش مطمورة سبحان الله هذا عضو ستين أباري سبحان الله الستوما الجهاز الهضمي ستين أباري هذا لا أباري فلا أنترونيخ سبحان الله نعطيها القدر اللي ذك فيها هل تقعد انتايا كذلك اللي سبحان الله ككرمكم والله كالبقرة هذه تقعد تاكل تاكل حتى ما تكش تنوض ومن بعد يقول عندي الكوليستيرول وعندي الديابات ولا تنصرها يتطلع والعين لهم ينقصوا بيانسير ربي يقول ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة جامي سبحان الله العظيم سوفي في منة ملغر وروح أقعد الحزمة سنجلة لا يأخذني سيسد وعندي سبحان الله ساكل تنسيق على مرض سبحان الله تنسيق يمتع له تنسيق عشرة عند كل حول تنسيق تنسيق في منطحك تنسيق تنسيق cresخة أن الله عنده بتكيب يقدم عليك ذلك في منذ بعض هذا هو الذي يجب أن يدعون نجد أصابه يستعمق على السبيل ويسدون نجد أيضاً ويسدون منها للعجيب الله تعطيه تكيب يقدم لكاً ماذا عندك نجد ذلك سبحان الله؟ لماذا؟ ن discovery كذلك في الامراض العزوية لكن في الامراض النفسية في قضية هذا الوقي فأنا مثلا يا أخي je préfère le principe de provenir par exemple عندما ندخل بيت الخلا lorsque je rentre aux toilettes je sais que les toilettes c'est là où ils abritent الجن c'est là où ils abritent إذن il faut que je me protège je me protège comment subhanallah تعلمنا هذا قبل ما ندخل بيت الخلا avant que je rentre je dis bismillah يعني au nom d'Allah au nom d'Allah mon Dieu je me refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles parce que je n'en fais pas des mâles et des femelles alors je me protège il ne faut pas que je rentre dans les toilettes sans que je cite ce dua lorsque je rentre aux toilettes il ne faut pas que je parle il ne faut pas que je chante il y en a des gens qui ont pris une habitude mauvaise habitude tu te prends les toilettes c'est qu'il y a des bouquins dans les toilettes il y a des bouquins dans les toilettes mais tu sais qu'à chaque mot que tu parles les mâles et les mâles ils te disent les mâles et les mâles ils te disent pourquoi tu les forces les mâles et les mâles et les interromes les tours quand tu rentres aux toilettes fortement aaa à la estás-ce que tu ne qu tops minut voilà avant euh enfin نحن نحن يجينا كل شي في الطوالات يبعت داخل في الطوالات وبعد لك فيليزاساس ويرد على التليفون داخل في الطوالات وهو ما زاله يقصر معه مش حارفةه مع عاشيقه ولا مع عاشيقه داخل لَّه في الطوالات وتقرأ لك في الكتابات مي ستين طوالات هذه تقرأه في الصالا مونجي يقرأه في المجعار سبحان الله ما شوف شهو ناس عمره ما يهز كتاب في الصالا مونجي او عندما يريد بسيك تتابعت في الطوالات كقلا هاذي من المدينة عادتنا يا إخواني يجب أن يقرأ الجورنان في الطوالات أو هذه أمور الوقاية الوقاية سبحان الله لättوالاة سون باط في بوقصة كذلك لما نكون في دار وحدي سبحان الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني ستروا ما بين أعيون الجن وعوارات ابن آدم إذا دخل أحدهم الخلا أن يقول بسم الله c'est la protection tu te protèges tu vas être découvert إذن الجن لفرس تحمهم هم يشوفوك ils te voient إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا قَبِلُهُمِنْ حَيثُوَا تَرَوْنَهُمْ فسيطروا la protection le protège que tu portes هو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث lorsque je descends par exemple ou bien je m'arrête dans un village ou dans une ville ou bien un endroit que je ne connais pas سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن قولوا ثلث مرات أعوذ بك لمات الله تاماتي مشاري ما خلاق 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 à chaque fois où je rentre dans un village dans une ville dans un endroit que je ne connais pas je commence par ça je me protège je me protège je me protège de tout mal de tout le mal qu'il y a dans cette ville dans son village subhanallah et parmi le mal qu'il y a qu'il y a subhanallah إذن فكذلك الإنسان في دونسا شامبر يعني سبحان الله إلي أنت ردسوا شامجي أم وفام سبحان الله ولا جسوي أبك ما فام سبحان الله دون لنتيميتي أبك ما فام متوجور بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فأنت تجعل ستر بينك وبين الشيطان وبينك وبين الجنون حتى وأنت مع زوجتك يعني لنتيميتي فلابد دائما بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لكرنا نحافظه على هذا الأذكار ينصب خوتاج أبيكسا ما تسمعته واحد يقولك ربني جن ولا رهزان ما إحنا يا سبحان الله إحنا بروحنا جنون نقرأه في الطواليات كي نأكله ما نقوله بسم الله كي نتعرى وتقلت واحد في داره كي اللي في دارها تمشي كما خلقتها أما تقولك جسوي شي موا مما يقوله لك شتوي باشيتوار مما معك ملائكة أما كي نجنون في ذيك الدار سبحان الله العظيم السطر يروحك حتى ولا وحدك كي اللي يقولك أخوانا ما نطيك شنا نغين دخل دار ينقذ كل شي قح ولا ينقسم هاو كنت نقعد نقعد هاكا كي ناس وعني في داري سبحان الله اوه جسوي لي برشي ما مما تندرش هذي سبحان الله العظيم لابد الإنسان يستروحه سبحان الله كي اللي يمشي قدام زوجتها عريانة ولا هي تمشي قدام رازلها عريانة ولا قدام موليدات هذا المتندرش سبحان الله العوران دارت باش تستر العوران دارت باش تنستر يا إخواني سبحان الله لان يجي تيتع العبد لابد يسترها الإنسان فلأكون غير سبحان الله إذن لو نحافظ على هذه الأذكار وهو مين يبدأ الوقاية سبحان الله لابد أن نعرف يا إخواني أن الأذكار والقرآن الكريم مؤثر في الجن إلي تخيزي في كاس القرآن الكريم إلي ذنبوكاشن كونفي إلي ذنبوكو ديفيكاستي في الجن سبحان الله ربي سبحانه وتعالى يقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمننا به وربي يقول وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حذروه قالوا انصتوا أعجبهم كلام الله أعجبهم كلام الله اتمعنوا في كلام الله سبحانه وتعالى فآمنوا سبحان الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به سبحان الله كان بعض الجنون يصلوا معنا في المساجد يصلون يدخلوا للمسجد ويصلون معك كان بعض الجنون يحضروا معك فالدرس وانت الدرس يحضروا معك سبحان الله فهم مخلوقات خلقهم رب العالم يمكنك ما خلقنا احنا سبحانه وتعالى فرص التاحب هم يشوفون ونحن ما نشوفهم إنه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترونهم إذن حتى واحد ما يقدر يشوف الجن وإنما يسمع كلام يسمع كلام يقول لك اهدر اهدر الجن وقال اهدر الجن وقال نعم أما أنك تشوفه ما تشوفهش تشوفه ما تقدرش تشوفه أبدا أما أنك تسمعه، أو أن الجن يجيك في صورة ابنادم قد يجيك في صورة ابنادم سبحان الله كيما الشيطان كيما الشيطان قادر يجيك في صورة ابنادم الشيطان قادر يجيك في الليل في المنام في صورة جدك لابسك على الخضر ولابسك على البيض ويجي ويقول لك سمع قلهم يديروا الوعدة لكن فيش حال ما دلتوش الوعدة وتنوض انت صباحة هترف فاني صد جدي وجاني لابس برنوس وكل شي بيض النور عليه ايا واشتقال لك جدك قال ديروا الوعدة من هذه الوعدة بدعة يا اخي سبحان الله العظيم اذا هذا ممكن يكون شيطان يا اخواني ممكن يجيك في صورة امك ممكن يجيك في صورة صاحبك في ايوز الا واحد الصورة اللي ما يقدرش يجي فيها وهي صورة عن النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان جاء القريش في غزوة بدر سبحان الله يعني سبحان الله في يعني فجاء القريش وحمسهم اللي زا فريمان انكوراجي اللي زا بوسي بور لاغير اللي كان هما كانوا خايفين وإذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما ترأت الفئتان نكس على عقبه سبحان الله جاءهم في صورة من في صورة صراقة صراقة يعرفوه هو ابليس بسحجهم في صورة صراقة وقالهم ما ترجعوش الرول رني معاكم سوف نقاتلهم سوف نقاتلهم سوف نقاتلهم سوف نقاتلهم سوف نقاتلهم سوف نقاتلهم بس حكي احمد البرطية اشتادار نكس على عقبه رجع الرول وهرب سبحان الله لان هذا كلها تدل على انه يعني الجن قد او يعني الشواطين ما يشوفهمش الانسان تقدرش تشوفهم وقد يجيك الشيطان او الجن في صورة بابك او في صورة امك شبحان الله وبعض الصحارة بعض الصحارة بعض المشعودين استعملوا الجن استعملوا الجن ولهذا لننوصي ان شاء الله يا اخواني سرت سرت كتروح سيدي لا قد دان الله روحت عندي انسان يرقيك يا سيدي انت ما كنت عمرك ما تخليه يرقيك مع وحد اخر هذا الرقية تاع الجروب يعني بالجروب عشرة في ضربة ما عرفنا اللي مريض من اللي ما هوش مريض ما عرفناش اللي مسكون من اللي ما شي مسكون ممكن يخرج من هذا ويروح لهذا هذه والله يا اخواني من الاخطاء الكبيرة كيفا ما تقبلش عمرك ما تقبل انه يرقيك مع انسان وحد اخر انت المرضى تدخل عند الطبيب تدخل وحدك لا حلوا عقولكم شوية حلوا عقولكم شوية يا جماعة فكروا جوية بالله عليكم كاش واحد شاف كيرو عند الطبيب اللي بغي الاجزامين كاش ما دخل معاك واحد اخر يكل في البرو تاع الطبيب كغير الطبيب وامتأ وربي سبحانه وتعالى على رقاء ممكن يعيش الفرمليا ولا عاجة انه سرار من الانتظار سبحان الله سيكالك سلطان بينك وبين الطبيب يا دي سيك كيف تقبل انت يرقوكم مع عشرة مع ذوعة روس كل شي مع بعض لا يجوز هذا يخويا بغي ترقيني وبغي تخلص عليها عاقل شوية احترام سبحان الله كيف تدخل نحن في عشرة ودخلنا في ستة ولا بلشعر منايا وتبدله ولا تدري كالسات في وذني وتروح تروت وتروح تشل قهوة وجه عيني دي كالسات تنجلها في دار سبحان الله سيبور سراني في المرقي وللقضية في المال قضية في الآيات قضية في الآيات يا إخواني سيبور سانجو وطالي تيدي دالي فور كالكالدوتر النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني ليلة الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج رأى النبي ومعه الرهط كان أنبي يجي معه واحد رايح به للجنة هذاك بأمن به وكان النبي لجو معه زوج كان لجو معه عشرة ثم شاف النبي عليه الصلاة سواد أعظم غاشي كمير قال يا جبري شكونا قال هذه أمتك قالوا سبعين ألف سبعين ألف من أمتك يدخلون الجنة بدون حساب فلما خبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عن السبعين ألف لسوصنة دي ميل كي بوا رنتخي أو بغادي صلت يعني بريزنتي أكين كونت دون الله سبحانه وتعالى فالصحابة كل واحد سبعين ألف فخرج عليهم النبي عليه الصلاة وقال لهم هاهم 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 فأولا لا يتطيرون يعني يخرج الصباح ويلقى واحد ويقول اوه رطيف علامة صبحت كي أسكن هاهم هاهم رطيف ويقول هاهم 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 تطير تطير حرام ولا يكتوان ولا يسترقون ما معنى ولا يسترقون ينسون يسأل لهم يلو في الوينان يلو في الوينان سبحان الله تريد الفاتحة تريد الفاتحة فقط الفاتحة كسكسي الحمد لله يا رب العالمين يا اخي كلكم لكم حافظينها تقرها على نفسك وانت متيقن انها الشافية وتسمى الشافية والله يتبرى يا اخي اقرها على ولدك اقرها على بنتك اقرها على زوجك اقرها على زوجك اقرها على أمك اقرها عليه الفاتحة الحمد لله يا رب العالمين وتنفث الرحمن الرحيم تخرج الهواء من فمك على هذاك الماء لحظة مستمعين واهود لحظة ان شاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر كبيرا والحمد والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده حفرة وأصيلا لا ملا إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده نعم إذن نعود مستمعين ومستمعاتنا إن شاء الله فقلت يا إخواني سبحان الله إذن نقرى الفاتحة الحمد لله رب العالمين وننفث النفث هذا مهم جدا كثيرا النفث هو إخراج الهوات خرج الهوات تسر دولار الرحمن الرحيم على رأس المريض أو على أو على المال يكترقي له فيه كل شيء وبإذن الله يشفى سبحان الله ذلك الصحابي الذي رقى إنسان يرقى إنسان قرساته عقرب قرساته عقرب يا إخواني السم السم فيه ورقاه يقرأ له في الفاتحة ويبلده بالبريق التعوي ويسح له كم من الفاتحة شو فيه الرجل شو فيه الرجل سبحان الله إذن هذا لا 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 إذن ف يعني السره في الآيات هذه في القرآن الكريم اللي يقره الإنسان الآيات هذه ما هيش ما هيشغى عن القرآن تيبا أوبليجي تكون حافظ القرآن الكريم الآيات هذه كان خمسة ولا ست آيات وبون فينا ما تخلعك شراقي هذا تحسي بارها جايب لك ما كانوا له يا إخواني آيات ممكن تحفظهم أنت ممكن تقبض كتاب وتقرأهم وسيمانا تحفظهم وتولي الحمد لله وتكون انت راقي في دارك وتكون انت يا راقية في دارك وترقي ولدك وترقي بنتك وما كان له سبحان الله العظيم تدوغ سبحان الله أول هذه الآيات يا إخواني أول هذه الآيات هو الآيات اللولة من سورة البقرة بعد الفاتحة الفاتحة صلى بخميا الحمد لله يا رب العالمين بعدها الآيات الأولى ربع آيات الأولين تعالبقرة ومن بعد سبحان الله سبحان الله ثم تروح يا أخي كذلك لأواخر سورة المؤمنون أواخر سورة المؤمنون سبحان الله ثم عليك بعشر الآيات الأولى من سورة الصافات العشر الآيات الأولى من سورة الصافات سورة الصافات رهيم وراء سورة ياسين ولا ومن بعد عندك قول هو الله أحد سبع مرات قول أعود برب الفلق سبع مرات وقول أعود برب الناس سبع مرات هذا هو هذا هو يا أخي سبحان الله بإذن الله المريض التاعك يتشافه ويتعافى إن شاء الله ما في مشكل لا يقعد يضربوا فيه بالعصاء قدامك يقولك راه فيه جنبا ينقرجوه ولا يظل يكوه ولا أي حاجة هكذا يشفى إن شاء الله بإذن الله كي تقراه منتا أفضل كي تقراه منتا بس كي تقولوا مالات مكانش اللي رحاس بك كي منتا انت هو المريض إذن مكانش اللي رحاس بك كي منتا كي تقراه منتا أفضل كي تقراه منتا على ولدك انت أفضل لأنك انتيرك يا حزب ولدك سبحان الله كي تقراه منتا على زوجتك انت أفضل لأنه مكانش اللي يبغي زوجتك كي منتا مكانش اللي يبغي مك كي منتا فقراهم عليه انتا لان الاخر قادي يخلص الاخر رايشوف فيك اورو رايشوف فيك ياذا اورو ياسي كونت اورو ولا سي بلوس ما رايشوف فيك لا يبرع ولا ما يبراش وباه بكلام الله انا يا اخي كلام ربي اللي رب العالمين نزله للعالمين كل على بورتي دو تول موند سبحان الله يلا غير يذهب اللي عليكم يا اخواني توقفه القرار 17 عام 33 عام هو يقرى 30 عام هو يق Relig يا اخواني فلا ميديسين ويدخل لك والسيدي تغدين محمد وين ماشين ومشين على ما استغلوا الناس على ما استغلوا الناس يا إخواني حرام حرام في النتق الله سبحانه وتعالى كما الجماعة اللي يغسلك ميت يقولك أعطيني السونسي كونتورو غسلك ميت دخلت سوميرو مورك لللافاجو كميو كبير دخلها لللافاجو تخلص كارونتورو هو يغسلك ميت فيه من متر أو عشرين يقولك أعطيني السونسي كونتورو وعلى هذا الطارف عليك يا أخي سبحان الله لماذا هذا الاستغلال كله سبحان الله فلنتق الله سبحانه وتعالى يا إخوان على هذا قلتك أنا أغسل لي سوميرو موركو لك غسلتنا غير ميت فيه ولكن الناس سبحان الله صابت الأمور هذه فلنتق الله سبحانه وتعالى يا إخواني كذلك يا إخواني من الأمور المهمة في الرقية قبل يعني ما عنصح السر في القرآن الكريم ولكن في أكل الحلال يا إخواني في حاجة مهمة جدا أكل الحلال أكل الحلال هاو الكرش اللي يعني معمرة بالحرام ها واللسان هذا اللي يتحرك هو متغدد من الحرام فلابد إذا حبينا الرقية تنفع وكلام رب العالمين ينفع فينا فلابد يعني ما نكونوش ناكلوه للحرام سبحان الله إذن فيعني ماذا به الإنسان يبتعد عن الحرام أكل الحرام يا إخواني المصيبة حتى الدول كان شرهم الدرهم الحرام ما تبرعش بعض الناس يقولك يا شعال علفت الدول كون بيانessi بخيدو ميديكامون ميسا غيان فيه منجامي لا بوظيلا كسو على الدرهم اللي رايشري بههم الدواء منجاو هاو انتي ديرك فام إزولي وثيم عاراجل قحناك ثم في الدار وتقولوني ما بريتش ما تبرعش لأنه الدرهم اللي شرتي بههم الدواء حرام هاو انت تتدي فالريمي وتأخذ داهم وتقولي شريت الدواء ما ريحتش ما تريعش لأنه الدواء الدرهم اللي شريت بههم الدواء حرام ما تريعش كل لحم النبتة من حرام فالنار أولى به هم تتروح تدي لكارت في طال تاعة واحد ما ييجي تاعةك وتعطي لكارت في طال تاعةك الواحد وتقول لي رحفوت بها ما يبراش لأن هذه الترقيلة تخيشي ما يبراش سبحان الله يا إخواني فأكل الحلال أكل الحلال شيء مهم جدا ثم كذلك إن شاء الله الأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كذلك مثلا بالنسبة للعين العين هي الصعيبة يا إخواني أكثر موت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العين هذا الإنسان لعينك إذا عرفته يا إخواني فأطلب منه أطلب منه يتوضى واختسل بالماء تاعه إذا عرفته أطلب منه يتوضى واختسل بالماء تاعه تروح العين تريح إذا ما قدرش على الوضوء جاتك حشومة وكما تقولها توضى وعطيني لما توضى يا إخواني أشرب من حاجة أشرب منها إذا أشرب قهوة وخلى منها شوية روح أنت أشرب هذا الشيء اللي يخلى تريح إذا أشرب من كاس تعمى وتعرفه هو اللي عين روح أشرب من هذا الماء اللي يخلى أشرب منه تريح أي حاجة خلىها سواء الوضوء تاعه اختسل به سواقه وأشرب منها وبقاد شوية أشرب منها تروح لك العين اللي ما أشرب منه هذا اللي عينك اللي رك حاسها باللي هو لعينك اشرب من واحد الماء ولا من واحد الغرف وخلى روح اشرب انت من هذاك الماء بإذن الله تريح سبحان الله لأن هذا يسمى الأخذ من أثر هذاك الماء يعني لعين وهذا العلماء قروا بهذا يا إخواني وهذه مجربة سبحان الله العظيم وهذه مجربة ثم كذلك يا أخي أنا قبل ما يضربوا لي بعين ثم بخوتاج سبحان الله ما نخرش من داري وانا ما قلتش آية الكرسي ما نخرش من داري وانا ما قلتش قل هو الله أحسل ثمرات وقل عدو برب الفلق وقل عدو برب الناس ما نخرش من داري وإلا أنا واضي نذكر في الله سبحانه وتعالى ها وانا نخرج يا أخي نعطي له روحي هاكا سبحان الله العظيم ونقول لها اضرب ها بين سير يضرب سحكي نخرج وانا من بروتيجي ولم حص النفس بالآيات وبالذكر خلي عند عين ولا عند هميسين والله ما يدي حتى شيء سبحان الله ومن شر حاسد إذا حسد النبي عليه الصلاة والسلام سحر ولكن بشرق النبي هل راح اضرب ألف كيلومتر بشي شوف واحد يلقي هل اضرب سبحان الله العظيم كاتسون كيلومتر بشي من بعد تشرط عليه وتعطيني وتجيبولي وتذبحوك لا أبدا قرى صورة قل عدو برب الفلك وقل عدو برب الناس وكل ما قرأ آية تتحل عقدة وسحر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شوفيا لكن ما راح شوفك كهان ولا سحار ولا مشعوذ لأن الذهاب للكهنة والسحارة والعرافين هذا حرام لا يجوز لا يجوز من أتى عرافا أو كاهنا وسدقه فقد كفر بما أنزل على محمد بعض الناس راهم حاسبين رواحهم راهم مؤمنين راهم يصلوا بالصحوما راهم ساكين في الكفر اللي راحت للجزانة وراحت للشوافة وتروح للسحارة تشوفهم وتدي الناس هذه راه كافرة لابد أن تتوب لابد أن تتوب إذن فاللهما عافينا يا رب العالمين إذن يا إخواني إن شاء الله فما نبقاوش يعني نضحك على نفسنا يا إخواني ونبقاو أغبياء للدرجة هذه إذن فلابد الإنسان سبحانه فالقرآن الكريم سهل واللي بغا يقرأ رب العالمين يسل القرآن ولقد يسل للذكر القرآن للذكر فهل من مذكر والقرآن الكريم شيفاء يقره الإنسان على نفسه على ولده على مرته على كذا ما تحتاج أن سبيسياليس إذن فمن جعلش من كلام من كلام رب العالمين تجارة يا إخواني وتقعد العباد الله تبزنس على ظهرنا به فلنتقل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبارك الله لي في أسماعكم مستمعين ومستمعتنا مع ذرا لم يبقى كثير من الوقت ولكن ممكن إن شاء الله مكالمة أو اثنين ثم إن شاء الله نترك الحصة إن شاء الله يعني لا 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 إذن 04491 62 72 79